اجمع رجال حافظين الموادين انك رجالا ما تحب الدنيا لا لا ولا تحب الفلوس ولا تحب الفلوس الحمد لله من كل الناس يقول عندنا قناعة بس ودهم يقول الدنيا كلها لا أنا مرة قناعة أنا طيب بس لك سواء فلنفترض خلونا اليوم نعيش أجواء الافتراض اليوم برد أصرا يالله صراح كريم يالله يالفجر اليوم والظاهر قم هالمطرة لجهة البالح نعم خلونا ندفع بهذا الهروج وهذا الأحلام لو فرضنا يا ابو تخيل ان الله رزكك بتهروح ثم حنا أنا أبو سليمان أبو صالح أبو علي أبو عبد الرحمن موظفين عندك أخويا كيف بتعاملنا و كم بتعطي كل واحد منا أقيم كل راتب واحد أبو سليمان بحطه على الصنجوق الدراع يعني محاسب و له راتب و لعشرة بالمئة نسبة كم الراتب راتب بيني وبينها لا أنا أتعلمنا هم تشاهدين يتابعون كل واحد منا لو نكثري الآن رجل الأعمال والأفعال الكبير الذي يتسابقون عليها الصحف العالمية لإجراء المقابلات والاقتصادية الذي يتحكم في سوق العقاب وسوق الأسهم وسوق الذهب والمجهارات وسوق الأموال مارزو قبود خير و نعم يلا و نعم و نعم ما يفرضنا أن هذا القلب حقيقي أعلمني وش بتوضح كل واحد منا و كم بتعطيه راتب كم أبو سليمان بعطيه خمسة ألاف خمسة ألاف الشهر أكل شعري لا لا في الشهر في ناس رواية تبي الوظيفة ولا في ناس صندوق المال الداخل والخارج أبو صالح بوظفة بوظفة حكم بالشركة يعني يحكم مزكة لا مهم نظم حكم يعني يحكم بين المخطي جاي ما تقول كم بتعطيه يا عاطب ما صلح بداهم السبع وقل لها يا بو صالح باعتي خمسة باعتي خمسة ألاف بشيبان أخمسة بس شفت كل واحدة بفطورة وقوتها لا عيلك تقول يا عمراء بأثلان طيب أنا أنت أنت والله صراحة لأن مهنتك من غارك صرف الرابع يعني بخليك عندي مسوق عقار يعني لأن الشركة حقارية شي في الجدة وشي في الدمام وشي في اللياب يعني مشرف ولك السلاحيات ولك السلاحيات وعندي لك قروب يعني أعلمي على كل شيء وبعتك سيارة لا صغيرة صغيرة كم تعطي يا راتب لا بشاور العيار لا 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 أشوفه أول شهر بعطك سبعة سبعة لا ولك نسبة في أي قطعة تبيعها خمسة عشر بني بيعم عشر ألاط بكلب وخمتي لا لا هزرت وراتب وسبعة لا فراتب لا تزمر علي ولا تزمر بذني ما تزمر في ما تقول أنا أفهم بالعقار كثير طيب أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن وش بتحطو غيره؟ بعطي راتب خليه على المواد الغذائية المواد الغذائية؟ حتى عقار دخل المواد الغذائية حالة الشحر صاحب الشركة لا ترفع صاحب لا ترفع صاحب لا ترفع صاحب يحب صاحب لا يبو عبد الرحمن أحطه؟ بحطه طبع طهرات بخمتلاب ومع صرافة بمواد الغذائية بفاتيب يعني يكلنا حنا ولا يكل اللي صار ولا ش لا نضوف حقي مثلا يمكن يجينهم هائط يمكن يجينهم هائط يمكن يجين شاي والشراحة كارتون المواد كارتون المواد اشتر فغي انت بحلي يالا يالا طيب آخر واحد معنا أبو علي هل بتوضيب وصلك؟ لا عندي وظيفة تتصلح لأنه ثقة هذا ووظفة يبقى على قراش السيارات يقسم السيارات لأنه فاحل وعنده ذكاء ونشيل يبحط تحلكت على الغيار وعلى المورثية وعلى يغسر السيارات لا لا يكرم أبو علي ليه ما يعمل يشيك على الشيارات في الشيار كان لها تيارات هم يعدراهم هم يعدراهم وترارات وكي أبو علي ثلاثالاف لا لا ولكن إنه كان يا أبو علي ثلاثالاف أكل شارب نفسي وهم شي عندنا في التواجات لا إذا الحيل هتلقى أعلان ودقينا قول أبو تخيل عنده أعلان وش راك تعلن معنا بيعطونك بابل وقدر وقال أكل شارب وقال أعلان ما يبقى إلا نفس سعادة وشارب وتجيب فطورك وتجيب فطورك معه بس ما عنا تقول أبو علي ثلاثالاف شوي خمسالاف يحني الربح خمسالاف أبو علي ثلاثالاف وأنا أنت شابعة ونسبة لحيث أن عندك يعنا خلفي لا لعندك خدمة في العقام ايه في العقام مسو ترى حتى أبو سليمان أبو سليمان عنده مكتب عنده خبرة لا مستشار طيب رجع الموضح هنا نخلي هذا لا لا يعتبر المنافس لك لا لازم تتعنيت نعم لا لا الدراهم ما نبدع على الأبو طيب سليمان سواء طيب ولو قلنا بتفتح قرنة المزولية كيف بتخليها ممكن من تخلي عليها مذيع المذيع أنت من غارك شرف الرابع كل واحد بنا عطي برنامج نعم أنا برنامج أنت مذيع وهذا شاعر وهذا قصص والدين كلمات دين الله أبو عبد الرحمن الراوي قصائل أبو علي السيارات وش تجعله وش تجعله وش تجعله وش تجعله وش تجعله مذن مذن شوفهم كم مذن و الله يفتخر 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 وهم الذنة و الله حظة تدري أن في الحديث أن يوم القيامة أطول الناس أعناقنا هم المؤذنين وتدروا المؤذن و شنوه المؤذن يا إخواني المؤذن شنوه من دوب الله يا إخواني هو اللي ينادي الناس إلى بيت الله تخيّل لو عند الحين الملك يوظفت على قصره يقول أنت المسؤول تنادي الضيفان هذه ما هي وظيفة كبيرة يا إخواني طيب المؤذن ترى ينادي الناس لرب الرحمة و بعدين يذكرنا وترى المؤذن ما شرع إلا للغافلين اللي ملهين في الدنيا يذكرهم يقول الله أكبر الله أكبر حيّة على الصلاة حيّة على الفلاح أشهد يعني يذكرهم بأمور دينهم و يدعيهم إلى فلاحهم في الدنيا والآخرة يا رب بل جي جعب و يا رب هنيئة لك يا أبو علي هنيئة لأبو صالح اللي يلهي الآن عد أربعين سنة أنا سأل الله لك 47 أنا أبو تحدى 40 يعني يتعدى 40 خاصة الله يجعل إن شاء الله ثماني دبل حب إنه يجي ثماني سنة وأنت كما أنت في صحتك و عالك ما شاء الله يقلون على البلاد رضي الله يوم مات الرسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم و رسول الله قال يا عمران أنت ذا الحين ذا الحين يا عمران نفدع عمران قال ما عدنا قال ما عدنا أبوك تصب للناس لين يكرر من رجال أم يقول أكرم ولا يهز في نجالة يوم تعطينا واحد ما تبعدين نطلب هذا منجالة أبو تخير و أنت يقول منجالة أكرم أو يهز في نجالة أو يبو الأكرم الشيبان ما يروا ما شاء الله عليهم طيب العمر لا لا أمس أمس تعبنا و جينا و القهوة هي هي قال أبو عبد الله القهوة اليوم قليلة حلقاتكم أما شفتوا الردود عليها نزلت المكتبة حد دخولكم في التك تك عندي تعدى خمسين ألف ولا أنا تبقى علي ولا ما مرن الرجال واجد ولا يعولكم لا 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 بد خيل ترى الشد بد خيل ترى الشد شديد 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 صحيحة متوقع أني بقي بحس بقتها لا والله شديد ما غير يتخبق شديد والله بالمشي ايش تموه لا والله شديد عمس لبس الطاقية هذي وذا يقول اسموك ايش؟ المكسيكي وذي العصابات المكسيكية الخضر الخضر ذي الخضر ذي اللي قليل التعدى هي بغالة ترى متابعة صحيح أمس كنا يعني بعضنا ما تمرنا يمكن ابو عالي وبعض الناس اللي عندهم لا ابو عالي ريالة اللي يجي منه يواصل يعني يواصل على أساس تفك العضلات وكذا يا رجل كتر خيركم ما شاء الله أمس يناس سألين ناس يقول ابو عبد الله واشاء الله على هذا الشيء اذكر الله عليهم ترى الناس ما ما توقعين نعماركم تعدد ستين سبعين وان فينا ثمانين وثانية وثمانين يعني ما مصدقين ترى الله يا ابو عبد الله حتى اللي كتبت على المقطع يا ابو سليمان كتبت أثبتنا في بيت الحكمة أن العمر مجرد أرقاب صحيح يعني من شاف البارح ابو صالح وعديه معنا ولعبه معنا وصدره ثنين واحد وثمانين سنة ولا ابو سليمان ثمانين برضه وعديه معنا ولا برضه ابو تخيل أشرف على السبعين ولا ابو عبد الرحمن ولا ابو علي أخواني بعض الناس ترى الان أمر الان خمسين يا ابو صالح ولا مونت للربح وجهة تقعد ولا ستين تلقى منعوي قاطع عمل في الدنيا خلاص يعني أنا تقعد يا رجل أنت حد العرق هذا ينبض دم والقلب يتحرك فأنت ما زلت حي وأنت ما زلت مطلوب منك العطاء إيش حياتك لا تخلي الآخرين يتحكمون ذيك انتبوا يا أخواني تدروا مثل واحد يتحطم إذا خلوا الآخرين يتحطمون إذا قالوا أنت خلط شايب أنت تجلس أنت معه تصلح وصار يروحون يخلونك العيال يخلونك والمرة تروح تخليك ثم تقول أنا وحيد ثم تطيح انتبه حافظ على مكانتك أنت رجل يعطيك الله صحة وعافية ما دام نروح ذي في الجزد امشي وتمشي ولا ترد نفسك عن هواها فيما يرضي الله فيما يرضي الله أنك نفسك في تمشي تمشي نفسك في أكل كل بس لا يضر صحتك نفسك في سيارة جديدة إشب المال بتروح تخليه نفسك في زوجة جديدة وانت بتعدل وعندك استطاعة تزوج نفسك تروح تجي بعض الناس والله نجي التاجر يا أخوان تاجر ملياردير من أكبر تجار سعودية الله أكبر يعني لو أعلمكم يشملك فتعرفونا بس ما نمعلم واني جيته في سنة المستنين في رمضاء صليت معه سلمت عليه هم ليه قالين سديع الكرسي الرجل يعني يمكن كبير مليارات قليلا يا أخوان الله أكبر لدرجة أنه يعني يتحكم في المواد الغذائية ممكن لو وقف شغله يجي أزمة في المواد الغذائي اللي تدخل إليه الرز والسكر والدقيقة خاصة المواد الغذائية لو شو عمره يا بعد الله يا أخي ما ضني والله ما ضني يا أبو تخيل يجي خمسة وستين سبعين يوم جيتم وليه قال سديع الكرسي صلى معنا جالس فأجلس معه كيف حاك أبو فلان وضحك معه هو رجال فاضل هو رجال خير أشهد بالله النفيخي وأنا رايح له معه جمعية تقول يا أبو عبدالله تكفى رحمة صوتنا عندها ربه يدعمنا وما غير يتكل قالوا اشتبغوا اشتبغوا قلت معي الرجال عندهم جمعية وعندهم كده كده ويبغلون يأخذوا لهم مقر والمقر لقوه بثلاثين ألف أنا أبغاك تستاجروا لهم سنة ثلاثين قال تصرف يا أبو عبدالله خلاص عطوهم أنا قدام حتى تتكلم رجال في خير هم ليه قال تديع يام راح قلت يا أبو فلان أنت علمك قال عندي آلام هنا يا أخي في بطني وعندي آلام في ظهري ألهمو ألهمو قلت يا أبو فلان تذينك بلاك أنت أنا قالي قلت 70% 80% من المرض هذه وهم ألهمو أبكد ما عندك مرض أبكد ما عندك مرض وعد أنا أمون عليه أبكد كتلت نشرة أنت يامنك عديت أربعي سنة خمسي سنة شتحت الهباب وعديت يعلمني بظروفهم الزمان يقول أشتغلت حتى قهجي ثم أكدت